السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعينا الكرامة والسلام عليكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة نتكلم فيها اكيد عن نادي الاي هنرد فيها ددرا كذيب واشاعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب الله مصالح وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقول حاجة عايز اتكلم فيها نادي الزمالك ده فالخير علينا قوي بجد والله يعني بعيدا عن فكرة ان لو لا الزمالك يعني السعادة مكادش هتدخل قلوبنا بالشكل الكبير والبطولة اللي بتكسبها على حساب الزمالك بيبقى لها طعم تاني وشكل تاني وحبك انت شيء تاني لكن الزمالك ده فالخير على الاهلي يعني هتلاقي مثلا رقم تسعة ده في الاهلي متطبع على الزمالك يعني رقم تسعة لا يكتمل الا بوجود الزمالك دوري رقم تسعة للنادي الاهلي كان على حساب نادي الزمالك كاس مصر التاسع في النادي الاهلي كان على حساب نادي الزمالك السوبر المحلي التاسع السوبر المصري رقم تسعة للاهلي كان على حساب نادي الزمالك دوري ابطالة افريقيا التاسع واللي تعبنا اول حد ما اخدناها برضو كان على حساب نادي الزمالك البطولة القادمة بين الأهل والزمالك السوبر الأفريقي الأهل تمن ألقاب هل ترى الزمالك هيكمل سلسلة التاريخ وتبقى التسعة في السوبر الأفريقي أيضا على حساب نادي الزمالك قولوا يا رب قولوا يا رب الزمالك فالخير بالنسبة للأهل والأهلوية وتشجيع الزمالك نفسه للمنافس ده أكبر تفاقل لك للحياة إنك هتكسب أي حد لو الأهل بيلعب ريال مدريد والزمالك شجع ريال مدريد دي بشرة خير دي بشرة خير للأهل والأهلوية تشجيع نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك لأي نادي منافس بالنسبة للنادي الأهل أحمد فتوح ظهر مبارح مع أستاذ إبراهيم فاي في حلقة مسجلة وإن كان قناة MBC كتبة مباشرة لكنها حلقة مسجلة أحمد فتوح إمبارح أثار غضب جماهير نادي الزمالك حالة من الغضب الشديد والغليان والهيجان والثورة والانفعالات في متعوبة بعد ظهور أحمد فتوح وتصرحاته إلا أصابت أصابت جماهير نادي الزمالك بحزن وحصرة أحمد فتوح لما تسأل مين أفضل؟ حازم إمام؟ حازم إمام ولا شيكابالة؟ شيكابالة قال لك فتوح أنت بترد شيكابالة فتوح طبعا أحمد فتوح صدم الكل على فكرة في مشاكل كتير بين فتوح وشيكابالة أصيبك من ي converterÉ يموت من هذه المنزلة أحمد فتوح كان في مشاكل كثيرة بينه وبين شيكابالة وشيكابالة عمله أمفله و دنيا وليلة فطبيعي أن يدعون ذملكويم في استنيه فتوح algumas لكن فتوح حازم إمام الله الله يابني شيكابالة شيكبالا ده القسطورة بتاعتنا شيكبالا ده اللي مفيزش منه اتنين ازاي تقول حازم امام لا هو شيكبالا اللي زاد الطين بلا هو لما تسأل عن علاقته بامام عشور وكهرباء احمد فتوح لو اللعيب مراوغ لو اللعيب بوشين لو اللعيب بتاع من اين تقك للكتف زي اللي مطلع يقولك انا كنت مولود في الزمالك وهو اصلا من ناشئين النادي الاهلي مش مشكلة اكل العيش مر وجمهور الزمالك جمهور طيب اوي 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 يا خالي فاحمد فتوح قالك كهرباء وامام عشور ده الاخواتي مش اصحابي يا ابن انت بتقول ايه خرب بيتك يا مصيبة يا عفريد يا عثمان يا عبد الفتاح يا فتوح افهم افهم يا فتوح الجمهور الزمالك مش هيسيبك قالت لا كهرباء وامام ده الاخواتي واكتر اعداتي واكتر ناس بعود معاهم قوة كهرباء وامام عشور لا ده انت جاي بقى تهزر انت جاي تهرج اه جاي اهرج اللي زود الطين تاني تاني قالك ايام اسوريو اسوريو ده مدرب جميل جدا وراع جدا بس لما كان بيجي حطلنا الخطة الرجل كان مفكرنا مانجستر سيتي احنا مش السيتي احنا مش السيتي احنا بنكمل عشانا نوم يا بيه ما تفتكرناش السيتي عندنا ثلاث فرقة وضعت خطة للفرقة دي وخطة للفرقة دي وخطة للفرقة دي لا يا بيه احنا بنجمع فرقة واحدة بالعافية خليك صحي معانا ومروق معانا الافكار بتاعتك دي تمشي بحت تانية لكن احنا مش منشستر سيتي وده حقيقة يا جماعة رحم الله امرين عارف قدر نفسه يعني انا بشكو رحمة فتوح ان اقال الجملة دي ليه لان جمهور الزمالك ايام اسوريو كان بقولك احنا السيتي يا ابن سيتي مين انت ممكن تكون سيتي لكن مش سيتي سيل الياء سيتي بدون الياء سيتي مين يا حبيبي سيتي مين يا دناير ممكن نيو ديلهي سيتي ماشي اقولك اوكي لكن منشستر سيتي نفسه لا انت كده جاي تهرج انت كده جاي تهرج ففتوح انبارح فوق فوق جمهور الزمالك على حاجات صعبة وصعبة جدا عايز اقول للاخ احمد سليمان احمد سليمان بيطالب الاتحاد الافريقي ان الاتحاد الافريقي يغير اللوايح قالك لازم الاتحاد الافريقي يغير اللوايح قول يا احمد يا سليمان عايز ايه قالك لازم الفائز بالكونفدرالية الافريقية يشارك في كاس العالم الانديه لان زي ما شفنا كلنا نهضة بركان زي الترجي لا انت هي تهزر هي الحلقة كلها تاريخ في تاريخ نهضة بركان مين يعني هي اللي زي الترجي نهضة بركان مين ده لا مستوى ولا تصنيف ولا امكانيات ولا اي حاجة في اي حاجة انت هتساوي الترجي اللي واخد اربعة دورة ابطالة افريقيا واللي بيوصل دايما للنهاي او ربع النهاي فيه او قبل النهاي في بطولة دورة ابطالة افريقيا بنهضة بركان انت جاي تهزر ولا عشان تثبت ان بطولة الكونفدرالية الافريقية لها لازمة ولا لها اي 30 لازمة يا باشا يا باشا معلومة بس عشان بس بردو الاطفال الصغيرة اللي بتكبر وتترعرع وتشب وتشيب وتشيب على حاجات غلط مش الاتحاد الافريقي يا استاذ احمد يا احمد بيه يا احمد بيه سليمانيا ملك اللقطة مش الاتحاد الافريقي هو اللي بيحدد الاتحاد الدولي صح نيازي القوليل والاتحاد الدولي هو اللي بيحدد الاشتراطات والقواعد بتاعت كاس العالم ما اسمهاش كاس أفريقيا للأندية والسزحت فحضرتك لو عايزت تناشد وجه منجدتك للأخ جياني انفانتينو في الاتحاد الدولة وتعرفين بعض يعني هو لو قلت له الزمالك هيعرف على طول هيعرف على طول صفحتك وهناك ماشا الله يعني مش محتاجة حد يتكلم عليكم سيدكو واصل لحد سويسرا فانت ابعت ايميل وقل له احنا الزمالك بس هقول لك روح سدد اللي عليك عارفك على طول دلوقتي اي حد بروح يرفع انا لو رحت رفعت قضية على الزمالك في الاتحاد الدولي هكسبها وانا لا لعدت كرة في الزمالك ولا هقبت نعية الزمالك ولا اي حاجة حتى لو ورق مضروب هروح اكسب القضية ليه؟ لان بقى معروف عند الاتحاد الدولي الناس دول ده باعترافوا صدق عمر الادهب قالك دول ناس نصبين ومحتالين الزمالك نصب واحتالة على خالد بو طيب اللي شاف رونالدو مبارح كريستيانو رونالدو وبكاء رونالدو المرير يتأكد مليار في المية ان رونالدو اهلاوي عنده الشخصية الاهلوية رونالدو زيه زي جمهور الاهلي زيه زي لعبت الاهلي لا يقبل الا بالنجاح هو ده حال الناجح يا جماعة هو ده حال المتميز دايما لو نقص درجة في الامتحان يا ده يا سودا يا ليلة دقي يا ليلة رد على المستبد يفضل حزين ومتحصر على نص نقطة ونص درجة ضعت منه في الامتحان هكذا الشخصية الاهلوية لا يقبل الا بالانتصار لا يقبل الا بالمكسب وبلا شروط اما الفاشل بتاع الكوشري اللي بيحلم بلي لو يجيله بواسير ده حاجة تانية خالص ده قاعد معه ورقة المبررات اللي بيختارلك كل مرة مبرر للخسارة عنده لكن رونالدو كريستيانو رونالدو الله يمسيك بالخير يا جورجينا الراجل شخصية اهلوية قوية لا يقبل بالهزيمة ابدا لا يقبل بالسقوط ابدا هو عنده 39 سنة ده عندنا هنا في الدور اللي عنده 39 سنة بيصحف على ركبه بيصحف على ركبه لكن كريستيانو ما شاء الله غول غول فكريستيانو يثبت للجميع انه اهلاوي الهوى والشخصية اهلاوي الهوى والشخصية طيب اعيز اتكلم عن رمضان صبحي وبين شرقي رمضان صبحي وبين شرقي رمضان خلاص افل بابه من ناحية الزمالك افل بابه بمعنى افل بابه ورمضان جدد اصلا لنادي بيرامدز ثلاث سنين بس بيرامدز مكسوفين يقول انه هو جدد لحد ما يخلص قضيته في المنشطات فيما يخص اشرف بن شرقي اشرف بن قلبي اشرف بن حبي وارد جدا عزيزي تجد اشرف بن شرقي بتيشيرت النادي الاهلي اخدها عندك سكريم وارد جدا وارد جدا 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 تشوف اشرف بن شرقي بتيشيرت النادي الاهلي في هذا الموسم لللعب مع الاهلي في كاس العالم للاندي قلولي رأيكم في الكومنتات بعيدا عن التفاصيل والكواليس انا بقولك خبر ومعلومة بدون تفاصيل وكواليس او خد في تفاصيل وكواليس اشرف بن شرقي وارد جدا اذا نجحت المساعي الحالية لضمه سيكون لعبا في النادي الاهلي في الموسم الجدد الاعلام التونسي يصدم الشيبي الاعلام التونسي بيتكلموا عندهم ان موضوع الشيبي والشحات خد حاجة اكتر من حجمها ازمة جوه الملعب نندربوا بعض ننخلصوا على بعض بجوه الملعب اللي وصلها لابعاد تانية الاعلام التونسي يتحدث ان ما حدث من ابعاد وتداعيات وتوابع لازمة الشحات والشيبي هي سابقة وحدثة رياضية لم تحدث في التاريخ لم تحدث في التاريخ ان لاعب يروح يشيك لاعب عشان ضربوا جوه الملعب ده حاجة غريبة جدا يعني مفيش في تاريخ كورت القدم لعيب راح رفع دعوة على لعيب عشان ضربوا في الملعب احنا كده بنفتح المجال لأي واحد طب النهاردة لو واحد حصلوا عيب مستديما واحد دخل على واحد فقعلوا عينه كورة واحد دخل على واحد قطم له قصبة رجله كورة معنى كده بقى اللي بتقصبة رجل ده يروح يرفع عليها ده التعويض انتو بتهزروا يا جماعة انتو بتهزروا يا جماعة الاعلام التونسي مستغرب من صمت الاعلام المصري والرياضي المصري والاتحاد المصري وكله ساكت كله صامت كله ساكت كله صامت السحابة التونسية يا جماعة عملها تتكلم على الهجاس واخدين كلام الهجاس على انه كلام مصدق وعملين يقولوا ويشيروا في صفحات التراج التونسي ان بيقولك الصحف المصري الهجاس رضا ما اعتبرينه صحفي لانه بيظهر في التلفزيون هم عندهم يا جماعة احنا عندنا هنا خلطة بيطة بالصلاة صمت هم عندهم ما بيظهرش في الاعلام غير واحد دارس اعلام او واحد صحفي او واحد صحفي لكن واحد بيطلع يتكلم في اخبار ويطلع يتكلم في تحليل ويطلع يتكلم في نقض ويطلع يتكلم في امور اللائحية وقانون ده كله الهجاس رضا ده كله الهجاس رضا قالك ايه بقى قالقى لي كسب الكاسة الافريقية بالتحكيم والترجي يظلم في ضرب الجزاء قادي يا سيدي اللي محسومين علينا في الاعلام افرح يا حسن يا خير الله ولا فتح الله افرح يا سيدي افرح يا سيدي بالتوانسة وهم عمالين بيستدلوا بكلام الهجاس اللي انتوا سامحين ويطلع على الهوى ان الاهل يكسب بالتحكيم اخيل بقى لما الاهل يروح السنة الجاية تونس هيحصل له ايه ده بسبب مين بسبب وغد وغد هجاس بيطلع يتكلم عن الاهل بالشكل ده شكرا ليكم